تكثف المديريات الأمنية بالمحافظات جهودها على مدار الساعة في إطار أداء المهام والنهوض بالمسؤوليات المنوطة بوزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة التسول من منطلق دورها الفاعل في تعزيز السلامة للجميع تعمل المديريات الأمنية بوزارة الداخلية جاهدة على مواجهة الظواهر غير القانونية التي تنتشر في المجتمع كظاهرة التسول حيث يتم تكثيف الجهود لرصد حالات التسول والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لرصد هذه الحالات وتحويلها للمراكز المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حيث استطاعت المديريات الأمنية بالمملكة الحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع تولي مديريات الشرطة العاصمة اهتمام كبير لمكافحة ظاهر التسول وتشرد من خلال ترتيب دوريات خاصة لمكافحة حالات التسول من كل الجنسين بشكل يومي وضبط المتسولين في جميع المناطق التابعة لمحافظة العاصمة أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجبة تباعها عند ضبط المتسولين فهو ينص عليها قانون مكافحة التسول وتشرد فإذا كان مندوي الأسبغيات فيتم توقيفه وعرضه عن نيابة العامة لاتخاذ الجراءات القانونية وإذا كان المتسول الأجنبي فإن من أول مرة يتم توقيفه وعرضه عن نيابة العامة لاتخاذ جراءات القانونية في الأونة الأخيرة لحظنا الزياد لعدد حالات التسول في نطاق المحافظة الجنوبية وإحنا بدورنا كشرطة خدمة المجتمع قبنا بتكثيف الدوريات الأمنية بالقرب من المساجد والأسواق والمجمعات التجارية والأحياء السكنية لإنهاء تلك الظواهر السلبية وتم ضبط عدد من حالات التسول وجاري اتخاذ الجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع دار الكرامة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ونحث أفراد المجتمع على عدم التجاوب مع هذه الحالات والإبلاغ عنها للحد من انتشارها تنفذ مديرية شرطة محافظة المحرق خطة عمل لضبط حالات التسول في عموم المحافظة والتي نصت عليها المادة الأولى من قانون رقم 5 لسنة 2007 لمكافحة التسول والتشرد في حال تلقى المديرية بلاقة من الجمهور بوجود متسول في بكان عام يتم على الفور إرسال دورية أمنية للموقع ليتم رصد المتسول ومن ثم بعد ذلك يتم توثيق حالة التسول بالتصوير من قبل أفراد الدورية ومن ثم يتم القاء القبض عليه متلبسا بذلك تتمثل جهود المديرية شرطة المحافظة الشمالية في مكافحة ظاهرة التسول من خلال أمرين الأمر الأول وهو تحديد الأماكن التي تكثر فيها ظاهرة التسول من خلال دوريات المسح الأمني ومن ثم استهداف هذه المواقع من خلال الدوريات الراكبة والراجلة وإحالات المخالفين للجهات المختصة ولا شك بأن من تسوبي وزارة الداخلية مؤهلين في تلقي البلاغات والانتقال السريع مثل هذه الظوار لذلك تم تخصيص رقم وخط صاخن لمثل هذه الأمور وهو 17797340 نأمل من المواطنين والمقيمين عدم التعاطف وعطاء المال للمتساولين لأن ذلك يساعد في انتشار الجريمة وأيضا نأمل منهم التواصل مع المراكز الأمنية ولهذه الظاهرة تأثيرات سلبية عديدة على كافة المجالات التي تتسبب في تشويه صورة المجتمع وعلى الاستقرار الأمني والاقتصادي إذ تعتبر وسيلة لكسب الأموال دون مجهول أو عناء لذا فإن وعي المواطن بتلك السلبيات وتعاونه في مواجهة هذه الظاهرة وعدم التعاطي مع المتسول كفيل بالارتقاء بالمجتمع واستقراره